وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 646 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 876 طن مواد غزائية وغير غزائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 111 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط قرابة 705 أطن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تمضبط نحو 35 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 25 طن أسمنت وإلى مجال قضايا المخابس حيث تمضبط 936 قضية من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن 308 قضية خبز غير مطابق للمواصفات